أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي تريند الأهلي عندنا مجموعة من المعلومات والتفاصيل ونعرض مع بعض المحتوى اللي موجودة عبر السوشيال ميديا لأنه عندنا شوية تفاصيل دقيقة شوية في مجموعة الأخبار اللي أنا أعرضها من خلال السوشيال ميديا صفحة يلا قورة من خلالها على الفيسبوك قالوا أنه في مصدر في الأهلي في يلا قورة قال موسيماني يختار بين يومي 28 و 29 يناير للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأنديا السفر الأهلي لم يعلنوا بشكل رسمي لكن من خلال الرولز والتفاصيل والشروط اللي بعتها الاتحاد الدولي من خلال اللجنة المنظمة المحلية مع كل الأنداء اللي هتشارك الموعد الرسمي لاستقبال الوفود وكل الأنداء اللي هتشارك في البطولة بدءا من 30 يناير أي معاد قبل 30 يناير النادي بيخاطب اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي عشان بيتم التنصيق في فكرة الأوتيل أو المكان فندق الإقامة اللي هتكون موجود فيه لأن فيه جراءات احترازية على أعلى مستوى وإجراءات دقيقة جدا لو أنت وصلت يوم 28 فيه جراءات معينة هتتم لو أنت وصلت يوم 29 فيه جراءات دقيقة معينة هتتم من يوم 30 يناير أنت موجود مع الاتحاد الدولي لبداية انطلاق هذه البطولة لكن حسب المعلومات المتوفرة غالبا قبل يعني المعادر رسمي بـ 24 ساعة النادي الآن هيكون موجودة عشان كمان بعد ما توصل لمطار الدوحة هتوصل فندق الإقامة ويتعمل لك مسحة طبية ومش هتغادر الفندق أو بمعنى ذلك مش هتغادر الأوضة اللي أنت هتكون موجود فيها لمدة من 6 إلى 8 ساعات لغاية لما تطلع نتيجة المسحة عشان تبدأ تتعامل داخل القتيل أو فندق الإقامة اللي هتكون موجود فيه خلال الفترة اللي جاء إجراءات احترازية دقيقة جدا وبمعنى صح هتكون موجود ضمن إجراءات احترازية بما يسمى الفقاعة الطبية أو الكابسولة اللي لك موجود داخل فندق إقامة أو تحديدا في أدوار محددة لن تغادرها ولن تطرقها إلا من الفندق للملعب للتدريب والعودة من جديد وبالتالي موعد الصفر والوصول والإجراءات اللي هتتم هتكون دقيقة جدا بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكن في كل حامل أحوال الاتحاد الدولي هيكون في استقبالك من يوم 30 يناير خلال الشهر الجاري طيب نروح للخبر اللي بعاتيه وهو متعلق بقى من حساب ماشيكينو على تويتر وبيتكلم على غياب عن نهاية إفريقيا للقورونا غياب عن كاس العالم للإصابة بنتكلم على الحاوي كابتن وليد سليمان البطولات الكبيرة بتبقى تكرم للعاب الأساطير اللي لها تاريخ وجودك معانا كان يفرق نفسيا وفنيا لكن انت كلعب رصيدك مليان بطولات ومشاركات في كاس العالم قدر الله مشاء فعل وما تعرفش الخير فين ألف سلامة عليك يا حاوي ده كلام مهم جدا من صفحة ماشيكينو اللي بالتأكيد بتحب تغلي في اسم الصفحة بشامبيونسوف أفريكا طبعا بطل إفريقيا هو النادي الآلي طيب نروح كمان لصفحة بطولات بيتكلموا عن الغياب المؤثر ولاء الحاوي وليد سليمان غياب الحاوي عن مونديان الأندية خسارة كبيرة للنادي الآلي نتمنى عودة النجم وليد سليمان للملاعب سريعا خلال الفترة اللي جاية وزي ما قلت للأسف حصلت مع أكتر من نجم في فترات سابقة هتأبرزهم طبعا سيد معوض في بطولة 2013 بطشرك إن شاء الله بإذن الله وليد سليمان يعني ربنا يعوضوا خير الفترة الجاية ونشوف الأهلي في مشاركة جيدة في بطولة العالم للآن دي طيب نروح كمان بقى ليه لعبنا محمودة كهربا اللي مبارح نشر ستوري على حسابه على الإنستجرام وصورته مع محمد الشناوي وكتب عليها الأسد طبعا محمد الشناوي حارس مارمان نادي الآلي الكل بيدعمه وإفضاهره نتيجة طبعا للقرارات الغريبة اللي صدرت من إدارة المسابقات لكن في نفس توقيت يعني نشر هذه الستوري من محمودة كهربا كان البعض بيحاول يقول أخبار غير صحيحة في هذا الشأن مش هدخل في تفاصيل أو في موضوعات لكن هو سبحان الله أنت بتقول معلومة غير دقيقة وغير صحيحة اترد عليها حتى لو بدون قص للإنستجرام بالنسبة لكهربا كان بينشر الستوري عشان يقول كلنا في دارك يا شناوي بالنسبة للمرحلة الجاي لأن القرار كان غريب لكن سبحان الله أنت بتنشر ده عشان أنت من جواك بتشتغل بنية صفية وما فيش مشاكل وما فيش أزمات والبعض الناحية التانية بيحاول صدر أخبار ما بين السطور غير صحيحة وللأسف الرد بيجيله رد واقعي وعملي وبدون أي كلام عشان كده أنا مش علق أكتر من كده لأن الصورة أفضل تعبير طيب كمان معنا من بوابة الأهرام من خلالها على تويتر الحساب الرسم بتاعتها بيتكلموا على اتصالات ما بين الأهل والتحاد الكورة بشأن عقوبة الشناول النادي الأهل بيطالب يلغي العقوبة أو تخفيفها على أدنى تقدير خاصة أن الحارس لم يرتكب خطأ يعاقب عليه بدل عدم معاقبته من حكم المباراة في الملعب أنا كلمت في هذا الموضوع في الأنترو وقلت في فقرة تريند تريند الناحية اللائحية والقانونية والأليات اللي على أساسها بيتخذ هذا القرار وقلت نقطة نظام من بداية الدوري عشان بعد كده ما تتقررش تاني لأن الموضوع ده لو عدى هتبع فيها مشكلة كبيرة الموضوع ده لو عدى هتبع فيها مشكلة كبيرة وقالية العمل ما بين لجنة الحكام ولجنة المسابقات لازم يكون فيه إطار واضح في طريقة العمل والحكام اللي بينزلوا في المباراة لازم يشتغلوا تبقى لللوايح لأن الحكم أي أن كان حكم كرة شاطئية حكم كرة صلاة حكم دوري هو ممكن يدير مباراة في الدوري بالمناسبة عشان البعض بيقول حكم صلاة ما يفعش يدير الدوري لا يدير وحكم شاطئية يدير هو ما بيدرش مباراة دولية يدير ما فيش مشاكل حصل لبلكده كان شريف شرشوان ومحمد عبدالقادر مرسي ما كونوش حكام كورة قدم دوليين كانوا شاطئية وصلاة وكانوا بيديرو لكن الحكم اللي بيشتغل في المباراة الكبيرة زي دي لازم يكون عارف اللواح كويس جدا ولازم يشتغل بشكل قانوني ولا إحيان طيب كلام مهم جدا في هذا الأمر